السلام عليكم معنا اليوم قصة مريم وبناتها وهي شجرة كف مريم حببت أن يكون عنوان مشوق وتكون قصة ملهمة لكم ومشجعة على ممارسة التعقيل وإكثار الأشجار التي عندكم بطريقة سهلة جدا طبعا هذه الشجرات ثلاث صارت بدل واحدة الشجرة الأم واثنتين من العقل هذه العقل الأولى زرعتها العام الماضي من الشجرة الأم وأصبحت بعد عمر سنة شجرة قوية وجميلة ثم أخذنا غصن من الأم أيضا وفي هذه السنة في 2020 وغرسنا في حوض أيضا فاضي أمام هذا المنزل والتعقيل مشروح في جوجل وفي اليوتيوب يعني الأولى نتحدث عن التعقيل ونتحدث عن قصة مراحل أكثر الأشجار من العقل تقريبا 99% من الأشجار تكاثر من العقل لاحظ أن الطريقة سهلة وبدائية يعني مجرد غرسنا هذا العود وأسقينا التربة ونسقيها كل سبوع مرة وقطنا حتى في كيس بضاعة كم مرمي حوالين هذا الحوض بعد 20 يوم من الغرس قمت بإزالة الكيس خلاص عامة 20 يوم شهر ممكن إذا تحسن الجو يعني وذهبت البرودة العالية نكشف الغطاء طبعا نلاحظ هنا في نموات والنموات لا تعني النجاح النجاح يعني أن لما تصبح شجرة هذه هي الآن في 21 مايو أصبحت شجيرة منطلقة ومزهرة رغم أنها صغيرة ومر عليها الآن من تاريخ الغرس العود أربع شهور والحمد لله في نجاح لهذه العقلة والعقلة التي قابلها وتختلف الأشجار من ناحية النجاح حسب النوع تمنى أن تجربوا شكرا لكم